في مرة كان ماشي في منطقة تأريحة وفي أعمى اسمه بارتماو صرخ يا ابن داود ارحمني فوقف يسوع سأله ماذا تريد أن أفعل بك أجاب وقال له يا سيد أن أبصر فرد له يسوع البصر والبصيرة الروحية في نفس الوقت فإذن هذا الشخص الأعمى كانت الناس تتحايده ممنوع يقترب حتى من شخص رجل دين يعني هذه الرجال بالنسبة لهم أعلى من مستوى هؤلاء الشخصيات لكن المسيح يحب الفقراء ويحب الناس المشردة والمهجرة والنازحين وبحب الأطفال وبحب الأرامل وبحب يعني كل الناس المتعبين المحتجين للمسة شفاء قال يعني لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى جئت لا لأدعو أبرارا للتوبة بل خطاطا روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأشفي المنكسر القلوب هذا يسوع المسيح اللي منتكلم عنه إخوتي وأخواتي عندما جاء الأعمى إلى يسوع المسيح لم يرفضه بل تقدم ولمسه وشفاء هذا اندل على شيء بدل على مصداقية دعوة يسوع المسيح بدل على سلطان وسيادة يسوع المسيح مش بقول او او في مشكلة في واحد جاي خليني أروح أستشير الله أو بتنزل آية أو إلى آخرين كان سيد المواقف وسيد كل الأحداث أجاء الأعمى شفاه الأعمى المولود أعمى خلق له عينين جديدة وقال له اذهب واغتسل في بركة سلوان وفعلا اقترب من هذا الأعمى وصنع له عينين جديدة وهكذا ما يفعل يسوع المسيح اشتركوا في القناة